ظهر أدريانو المهاجم البرازيلي في حالة مزرية تماما بشوارع الحي الذي يعيش فيه بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حيث تم تصوير وهو في حالة سكر تام وحافي القدمين تعالت دحكات أدريانو خلال الفيديو والتي تبدو غير وعية تماما وظهر حافي القدمين ولم يكن يرتدي أي نعال كما ظهر ممسكا بكوبة من الخمر في يده هو في هذه الحالة بالصباح البكر وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع هذه الفيديوهات والكل يتذكر المستوى الذي قدمه البرازيلي أدريانو مع أنتر ومنتخب البرازيل خلال مطلع الألفية الجديدة وهو أدريانو من القمة إلى القاع بسرعة كبيرة جدا حيث كان الجميع يتذكر مستوى رائع وحينها كان راتبه يتجاود مئة ألف يورو في الإسبوع إلا أنه يعيش الآن في أحد الشوارع الفقيرة بالبرازيل كما وجهت له بعض الاتهامات بتورطه في أنه أصبح عضوا في عصابة شهيرة في البرازيل تحمل اسم الكوماندز الأحمر وذلك لكسب الأموال بطريقة سهلة في أحد أصعب فترات اللاعب السابق وأن العصابة أجبرت أدريانو على الانضمام إليها حتى تضمن الحماية لعائلته واعتمدت عليه من أجل إتمام صفقة السلاح التحول المثير في حياة أدريانو لم يكن وليد اللحظة بل أن وفاة والده في 2006 ساهمت في فقدانه مركزه الأساسي في فريق انتر ميلان ومنذ ذلك الحين لم يتمكن الدولة البرازيلي السابق من استعادة مستوات أدريانو ساهم في تتويج البرازيل لقبي كوبا أمريكا 2004 وكأس الكارات 2005 بعد حصوله على جائزة الهداف وأفضل لاعب في البوتولتين بعد انتر انتقل أدريانو إلى مجموعة من الانضية في البرازيل وفي إيطاليا إلى روما وبعدها إلى فريق لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا لكنه فشل في فرد نفسه حاول أدريانو اللعب لفريق ميام الأمريكي وهو من فريق أو دوري الدرجة الرابعة وخاد معاه مباراة واحدة لكنه طرق الفريق وعاد إلى بلده تم الأبد على أدريانو وحققت السلطات معاه في قضايا ترويج مخدرات والقيادة تحت تأثير الفمور وفي اتهمات أخرى وازداد الوضع سوءا مؤخرا بعدما قصر اللاعب كل ما جمعوه من كرة القدم وظهرت له صور في أثناء عيشه في عشش صفيح في دي جانيرو هي المنطقة التي تمتلئ بالعصابات المسلحة التي تعمل في تجارك المخدرات حي أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حياة أدريانو بهذا الشكل فاللاعب ارتبط سابقا بتهريب المخدرات وقتلت صديقته معه في السيارة وعلى الرغم من اعتزال أدريانو قرة القدم الاحترافية لعدة سنوات إلا أن المشاجعين انتظروا منذ فترة طويلة وداعا رسميا لائقا بموهبته حسو كان آخر ظهور احترافي الأدريانو في عام 2016 عندما لعب مبارتين لفريق ميامي يونيتد في دوري الدرجة الرابعة الأمريكي عن عمر يناهز 33 عام ومنذ ذلك الحين شارك أدريانو في العديد من المباريات الخيرية وقال أدريانو في تصريحات سابقة أنه سيشارك في مباراة وداعية ودية يوم 15 ديسمبر حيث سيتقابل فلامينجو وعملاق الدوري الإطاري انتر ميلان ومن المتوقع أن يرتدي أدريانو أميس فلامينجو وانتر ميلان للمرة الأكيرة ويلعب مع كل فريق منهما شوطا وحدا وقال أدريانو معلقا على مباراة الاعتزال طلب مني الكثير من الناس أن أقول وداعا على الرغم من أنني توقفت عن اللعب منذ بضع سنوات إلا أنني كنت بحاجة إلى هذه المباراة لإنهاء مشواري أنا موديل لكل من دعمني وما زال يساني مشاهدين دي كانت كل التفاصيل الخاصة لدينا مشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من أيها وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة